نزع الكحام الإنعاء الأولى في تونس هي زوز نغمات ري والمي وبندلي أسرة فنية كبيرة تعرفت في لبنان في سبعينات وثمانينات القرن الماضي في ذروة الحرب وقتها الأهلية في لبنان تلقبت بالطفلة المعجزة كتبوا عليك حنجرة فاضت سلاماً وبراءة وغابت ريمي عن العيون وكبرت وهل كبرت الطفلة في وسطك ولا لا؟ أبداً بعدنا طفلة طفلة مناضجة هيك أحسن طفلة أما مخ ناضج كل جمهور حب ريمي طفلة واليوم أعطاك الجمهور فرصة أعطاك الجمهور اليوم فرصة بشي تعرف على ريمي جديدة بعد الانقطاع عشرين عام نذكره من عام تلاثة وتسعين حتى الآخر الفين وعشرين عام انقطاعك كلي بعد النجاح هذيك الكبير وأنت طفلة صغيرة نعرفوك الناس يعرفوك من المحيط إلى الخليج وعملت الكامباك ورجعت في الفين وخمستاش الجمهور يحب فيك الطفلة ولا الكبيرة؟ أكيد بيحب الطفلة بس هيدا الشي الحلو وقتا بيكون عندي كناس عن جد بيحبوك بيتقبلوك كيف ما كنت ولو كبرت ولو شو ما صار وأنا ما عملت كامباك إلا لأنه هني كان بدونياني أرجع وقتا عرضت الفكرة على الفيسبوك هيك أنه عبالي أرجع كان التجاوب مش طبيعي وكان المساجات اللي أجتني الدعم أكيد ونحنا ناطرينيك ونحنا منحبك ونحنا اشتقناليك أنا كنت كتير مش طاقة مش إن هيك نبدأ ضروري أرجع وأنت رجعت بعد 22 سنة في عمرك من 3 سنة و13 سنة عملت أكثر من 70 أغنية يعني إن جايز الطفلة صغيرة في عمرك أنت في عمرك 3 سنين وقتها خرجت وغنيت أعطونا الطفولة بالعربية الفرنسية وبالإنجليزية ثلاثة لغات كاملين وقتها كان مساج كبير للعالم الكل وأنتم وقتا تعيشوا في حرب أهلية كبيرة في لبنان أنا قبل ما نحكي عن الحرب أذين حبك تغنيلي شوية من أعطونا الطفولة خطر أحنا كل تفكروا بها طفولة متاعنا جينا نعيدكن بالعيد منسألكن ليش ما في عنا العياد ولزيني يا عالم أرضي محروقة أرضي حري مسروقة الزمانة عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوي ورفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي حري مسروقة أرضي صغيرة مثلي صغيرة جدوا لسلام وعطونا الطفولة عطونا الطفولة شاركوا لغنية تفكر قتلك الصغار الكل والناس اللي مولودين في سبع عينات وثو وحتى الكبار حتى من أماتنا خطر هما عاشوا معنا لغنيات هذوما اللبنائي اللي عمرها 3 سنين ونص وخرجت على الركح وغنيت أعطونا الطفولة اليوم وقت اللي غنيتها أنت كان معاك كورال في أطفال من برشة طواقف اللي هما وقتها الكبار متاعهم قاعدين يتحاربوا حرب أهلية في لبنان وغنيوا كل مع بعضهم أعطونا الطفولة في القصر الجمهوري وقتها عام 84 اليوم كيفاش ترى لبنان وانت بعيدة ما تعيشش في لبنان كيف شوف؟ كيفاش تشوف لبنان اليوم؟ يعني هلأ نحنا في لبنان في ثورة كمانا يا رب إن شاء الله نخلص من هالثورة بإنجاز بنجاح بلبنان جديد اللي كلنا عم نطمح له ونحلم فيه أنا بحب لبنان لو شو ما صار لو شو ما كان وفتخر بأنه أنا لبنانية أكيد بقى بشوفه بطريقة عاطفة وحنية وبيتي وأهلي وأصحابي ومدرستي أنا من هونيك أنت من غادي وخرجتوا في آخر الثمانيناس نذكروا ليبوك روني بندلي اللي كان عنده الفرقة المتكونة من اثناش أخويته لكلهم فرقة موسيقية معروفة برشا في لبنان جيت الحرب الأهلية وفرقتكم وانتي وبوك وعائلتك هجرتوا الكندا بقية قاعدوا في لبنان تعتبر أن الحرب الأهلية هي اللي خلتك تنقطع على المسيرة الفنية؟ لا أنا بعتبر المسيرة الفنية توقفت لأنه كان فيه لازم ركز على درسي لازم كنت درس لازم كنت حقيق إذا بدك نجاحات مدرسية قبل ما حقيق نجاحات فنية وكانت هاي دي الرسالة عند أهلي شيء كتير مهم بالنسبة لقلهم أنه إذا ما في علم ما في شيء يعني بتقعدوا ما بتعملوا شيء ونحن كان فرح لقلنا المسرح يعني كان أحلى لعبة وقتا يقولوا لنا ما فيه ممنوع تغنوا ممنوع تطلعوا على المسرح ممنوع نخوة لا لا رح ندرس رح ندرس ندرس نروح على المسرح ونغني في الغنيات من الطفولة كما قلنا سبعين نغنيا في عشر سنين مسيرة الطفلة سخيرة ترجمة نانسي قنقر